الأمور في المباراة طبعا إمام عشور خنفاز بجائزة رجل المباراة واللاطة كانت عجبتني وعجبت الناس كلها أنها كانت يعني كان فيه إهداء وأهداء الدرع والتيشرت بتاعته ليه مراته كانت موجودة زوجته كانت موجودة يعني وده حلو بيحصل من زوجات كتير من اللعيبة بيبقوا متواجدين في المدرجات في الأستاذ عشان يدعموهم اتفرجوا عليهم بيحصل في العالم كله بيحصل عندنا فهي لفتات أو يعني لقطات تبقى حلوة جدا طبعا يعني هو مراته بينهم علاقة جميلة جدا ويحبوا بعض جدا فما شاء الله يعني الواحد بيحب حتى يتابع والناس انبسطت والناس كانت عاملة شار كتير للقطة دي بصراحة على الصعيد الثاني بلا ونروح لقالر شوية ونشوف قالر شاف إزاي هو كان أعرب عن ساعته طبعا بالفوز وتكلم عن أهمية كمان التواجد الجماهير ودي نقطة مهمة جدا أنا وقال لك كده جماهير النادي الأهلي يعني بالملايين هما فيه من المهمة جدا هما يكونوا متواجدين للعيبة والكرت القدم أصلا في مصر ويكون هناك كمان حضور بشكل جميل داخل الاستاد والتواجد في جميع المباريات عشان يدعموا الفريق أشهد كمان بالمستوى لسه كنا نتكلم عنه وسام أبو علي وجميع اللاعبين كمان بشكل عام هو قال أنا بتابع وكنت عمال أتابع اللعيبة بشكل شخصي قبل التعاقد كمان وتحديدا لو هنتكلم على وسام وعرف قدراته بأنه هو لاعب فعلا شارس لكن الأسف الإصابات اللي كنت سأتكلم حضراتكم عليها هي يمكن اللي أخريته شوية من أنه نحن نشوف الموهبة بتاعته أنه هو يتأقلم سريعا ويؤدي مع الفريق على كل حال خليل نروح لي